هذه الانتخابات مبكرة هل من شأنها خلال نقول إجراء إصلاحات نوعية يعني في بنية العملية السياسية راح تكون هذه الانتخابات الكل يعرف هي إتت نتيجة مظاهرات اللي ابتدأت قبل سنتين وعلى ضوها صار تغيير حكومة وتغيير مفوضية وتغيير قانون الانتخابات بالنتيجة احنا نأمل أن يكون هناك تغيير على الواقع السياسي في البلد لكن من خلال اليوم اللي صار يعني كانت بصراحة كمراقبين أنه خيبت أمل على نسبة المشاركة لأنه أعتقد أنه هذه النسبة اللي راح تعلن بعد ساعة أو ساعتين من الآن أنه ستكون هي أقل حتى من عام 2018 اللي كان العزوف أنه كان أنه 45% النسبة في حينها اليوم نتوقع أنه النسبة ممكن أن تكون في 30% ولكن هي ستكون مختلفة اليوم في جانب آخر كما تعلم في عام 2018 كانت كل الانتخابات وفق نظام الدائرة الواحدة للمحافظة اليوم لكن نظام 83 دائرة فرق في شيء كبير اليوم أنه كل منطقة ستأخذ حصتها وتمثيلها في البرلمان لأول مرة حتى وإن كانت نسبة التصويت منخفضة نحن نتوقع اليوم من خلال مراقبتنا للانتخابات من الصباح لغاية نسبة أقل أقل نسبة هذه كانت؟ هذه الانتخابات؟ أتوقعها أتوقعها الأقل يعني بالنسبة أشغال؟ يعني لا تتجاوز أو لا تصل 40% لا تصل لا تصل يعني اليوم على اللي شفنا خاصة في بغداد لأنه كانت مراقبتنا بشكل مكثف على بغداد عندنا في مناطق معينة في مناطق مركز بغداد وهو ما يحصل دائما لأنه النسبة دائما تكون منخفضة اليوم كانت أكثر انخفاضا في منطقة المنصور تحديدا هناك بحدود 27 ألف ناخب في هذه المنطقة أعتقد أنه العدد لم يتجاوز 6000 فبالنتيجة في مناطق زيونة نفس الحالة كانت أنه حد الساعة الخامس إن كنا متواجدين وجدنا أنه مراكز الأقتراع التي كنا فيها لم تتجاوز 10% طيب أعداد الناخبين يعني من حق أن ينتخب بهذا العدد هل أكون نسبة وتناسب بين ذهابهم للصندوق أم لا برأيك من نسبة وتناسب مثل ما ذكرنا في بداية حديثي أنه اليوم ستكون كل ما جرى في الانتخابات سيعاد السيناريو أنه أطراف بغداد اللي هي محيط بغداد دائما يعتمد العشائرية فبالنتيجة مرشحين هذه الدوائر دائما هم يحشدون الأصوات لناخبهم ويكون مشاركة واسعة ممكن أن تصل في مناطق أطراف بغداد 60% وتكون في مركز بغداد 20% لكن كما ذكرت اليوم بغداد 17 دائرة فبالنتيجة المنصور رغم أن تكون نسبة ممكن 20% لكن هو هي المناطق المحيطة فيها في الدائرة 12 سيكون هناك خمس نواب عن هذه الدائرة هذا يحدد في الوقت القادم أو الساعات القادمة لكن شوف زملائنا شنعت دولنا بهذا الانفو روح نشاهده بالأعداد والنسب والتناسب لدينا شديده اشتركوا في القناة